لكل من يتساءل كيف سنشحن المنتجات لمخازن الأمازون وكيف أمازون يستقبل هذه المنتجات في مخازنه إذن هذا الفيديو الملائم لأنني سأوضح لكم كيف العملية تتم بوضوح طبعا الشرط الأساسي لشحن المنتجات لمخازن الأمازون هو أن تكونوا مسجلين في موقع أمازون كتجار للتسجيل في موقع أمازون كتجار عليكم التوجه لموقع أمازون سيلر سنترل ومن هناك نستسجل كتجار وليس في موقع أمازون نفسه تذكروا ذلك عند التسجيل في الموقع علينا إضافة المنتجات التي نريد بيئها في موقع أمازون لمخزوننا الخاص في الحساب والذي يسمى الانفنتوري عند إضافة المنتجات لرابط الانفنتوري علينا أن ننشئ طلبية استقبال لمخازن الأمازون كل منتج نريد شحنه لمخازن الأمازون يجب أن ننشئ له طلبية استقبال ونعرف ما هو المنتج الذي سنشحنه الكمية أيضا الوزن والحجم الرزمة التي سنشحنها طبعا المنتج الذي سنشحنه يجب أن يكون معرف في رابط الانفنتوري من خلال تعريف طلبية الاستقبال أمازون سينشئ لنا نوعين من الباركود الباركود الأول هو باركود المنتج علينا لسقه على المنتج الذي سنشحنه أي إذا لنفترض أريد شحن مئة قطعة من منتج معين سينشئ لي مئة باركود للمنتج ويجب أن ألصق على المئة منتج هذا الباركود هذا هو مثال لباركود منتج سيكون مبين كود المنتج الخاص للأمازون لهذا المنتج والذي يسمى بالآسن وتحته عنوان المنتج من ثم علينا إنشاء باركود الرزمة هذا الباركود يجب لسقه على الرزمة التي سأشحنها لكي يتعرف عليها أمازون عندما تصل للمخازن الخاصة بهم ويعرف صاحب هذه الرزمة لمن هذه الرزمة هذا هو مثال لباركود الرزمة سيكون مبين عنوانكم وعنوان مخزن أمازون الذي سنشحن إليه ووزن الرزمة بالكامل إذن عند لسق الباركود الخاص للمنتج على المنتجات ومن ثم تغليفها في الرزم ولسق باركود الرزم علينا شحن هذه الرزم بنفسنا لمخازن الأمازون أمازون لن يأتي لبنادنا ويأخذ هذه الرزم علينا نحن شحنها لهناك مهم جدا أن تكون الباركود واضحة وقابلة للكراءة لكي يستقبلها أمازون بشكل كامل وسؤالي لهذا الفيديو ما هي الصعوبات التي تواجهونها عند شحن منتجاتكم لمخازن الأمازون اكتبوا لي بالتعليقات وسأحاول جاهدان مساعدتكم ولكل من يحب التعرف على أمازون أكثر أنصحوا مشاهدة الفيديوهات المبينة هنا وأيضا أنصحكم الاشتراك في القناة زر الاشتراك مبين تحت الفيديو أنصحكم الضغط على الاشتراك ومتابعة آخر أخبار التجارة الإلكترونية أيضا لا تنسوا عمل لايك للفيديو سأراكم في فيديو آخر